انا عايز استأذن حضراتكو احنا هناخد مقاطع من كلام فخامة الرئيس ونبدأ نتكلم عليها مقطع مقطع بس بعد ما نسمع انا دايما بسجل حاجة واحدة هو الحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة تانية للخراب والدمار اللي كانت ممكن توصله في 2011 نتيجة ايه نتيجة اسباب حقيقية احنا الناس تعبانة وعايز اتغير صحيح بس اتغيروا ازاي اللي احنا بجي نتكلم فيه النهاردة ده ان احنا نغير اسباب تردينا انا قلت لكم المثال اللي بدأته مع المسؤول اللي في بلجيكا قلت له انت 500 مليار انا بقى 400 مليار وانا عايز اعمل جامعة تدي تعليم كويس وانا عايز اعمل مستشفى تدي علاج كويس وانا عايز اعمل مدرسة تدي تعليم كويس مش ممكن انا عايز اقول لكم على حاجة لما انه الرئيس ذكر هنا لمن لم يعني للظروف ممكن يكون كان في شغله او في عمله الاخير وما شافش الكلمة وهي على الهوى او لما رجع ما شافش الكلمة واحنا بنعيدها تاني او بنعيد بثها مرة تانية على شاشة الاولى 400 مليار مصر بيدخلها كل سنة 400 مليار دولار ده حجم الدخول لمصر طيب رئيس اتكلم على انه كان في زيارته لبلجيكا قاعد مع مسؤول كبير رفيع المستوى فالمسؤول بطبيعة الحال بيتكلم على الاوضاع في مصر طب حقوق الانسان في مصر بطبيعة الحال ده اللي بيحصل كل ما الرئيس يسافر كل ما فيه اي حد من الحكومة يسافر لازم هيتقاله كلمتين بتحقوق الانسان ما عندناش مشكلة بالمناسبة وبالمناسبة الرئيس برضو تكلم على ديء وبرضو بمنتهى الوضوح والجسارة والشجاع على مسألة الكلام فالرئيس سأله قال له هو انتو في بلجيكا الدخل الدقيق للدولة كل سنة فقال له خمسمائة مليار قال له تعدادكو قال له عشرة مليار قال له طب انا عشرة مليون قال له طب انا عندي ميت مليون ده معناها ان انا بقى عايز خمسة تريليون عشان ابقى زيك هي نسبة وتناسب يعني انت عايز تاخد نفس الخدمات والحقوق التي يأخذها المواطن الاوروبي صح صح يعني انا عايز انت عايز تتعلم زي الاوروبيين وتتعالج زي الاوروبيين وتسكن زي الاوروبيين وتاكل وتشرف زي الاوروبيين وتلبس زي الاوروبيين وتنتقل بمواصلات زي الاوروبيين وتمشي على طرق زي انا عايز زي اوروبا يعني عاوز تبقى زي بلجيكا والسويد والدنمارك وفنلندا والنرويق جميل يبقى لازم تديني نفس معدلات الدخل خد بالك أنه حتى في دي لما الرئيس تطرق لمساءات معادات الداخل قال كده قال وهو الدخول في مصر منخفضة ومنخفضة جدا ولو علي عايز زدي المصري 30 ألف جنيه في الشهر خد بالك الرئيس لما تكلم وقال كده قال هو أنا مانع الناس من الكلام أنا مش مانع حد من الكلام اللي عاوز يتكلم يتكلم بس بشرط خليك عارف أنت بتقول إيه خليك ملم بكل أبعاد المشكلة واتكلم صح ما عنديش أزمة هتقول إيه بقى قول اتكلم إحنا هنا بنتكلم على ما يدور دائما على ألسنة الناس في أوروبا أو في أمريكا أو في الغرب وعموما يا جماعة أنتم لا تسمحونا بحرية الرأي والتعبير مش صحيح بالمناسبة يعني وفي هذا البرنامج وفي برامج أخرى لكتير من زملائنا لا بيتم الكلام على مشاكل وعلى حاجات كبيرة إلخي 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 مش دي المسألة على الإطلاق بس الرئيس قال إيه قال كده اتكلم بس خليك ملم بكل خد بالك من كلمة بقى كل مش بعض كل أبعاد المشكلة وتكلم ما عنديش أزمة إلخي 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 الإلخي إلخي 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 إ شكرا